أو المشهد العام في كرة القدم المصريحة في الوقت اللي احنا في ده دلوقتي بعد اللي انت شفته بعد اللي انت مرد به يعني رغم من صغر سنك يا سيد التمرد بحقية كتيرة اوي حقية كتيرة وصعبة وحنتكلم فيها ولكن اي رأيك الاول في المشهد العام لكرة القدم في مصر حاليا؟ أجواء ما كنت شا اتمنى انه نوصلها يعني او ما كنت شاف انها صعب ان انت توصلها كعالم كرة القدم مصري يعني بالعكس انت فترات زمنية عبر تاريخ الكرة في مصر مش في النادي الأهلي بس يعني المنافسات والصراعات على المورة التعاقدية أو التنافسية حتى في الصفقات أو البطولات أو الحاجة بتبقى قوية جدا جدا وممكن داخل الواضع المغلقة زي ما بيقولوا بتطور على حقوقنا ديك بكل ما قتيت من قوة أنا أو غيري ده واضع طبيعي لكن انت دخل عليك حاجات مستجدات تمام لغبطة مفهوم الناس يعني انت دايما بتشوف أن المنتصر أو بتشوف الفائز يعني هو الصح تمام في بعض الأوقات ما بيقاش جدا على الفكرة في بعض الأوقات ممكن يبقى فيه أساليب ساعدة على كده أساليب مش مش عايزة أخش في حاجة غير القرى تمام لكن الأجواء الصراعات اللي موجودة عدم العدالة في أوقات كتير جدا الاستجابة الحاجات مش مش رياضية خالص فبتدور طبعا بالمنظومة ككل بس البعض بيقولك ومعليش بقى أعذرني النهاردة لأنه لازم النهاردة نتكلم في كل شي البعض برضو بيقول ما هو النادي الأهلي كان بيعمل كده قبل كده بيعمل ايه اللي انت بتقوله ده الحاجات طبعا يعني أنا أنا لا أوافق على هذا الكلام ولكن أنا بقولك كلام البعض ان البعض بيتكلم أن النادي الأهلي ساعات كان بيعمل مثل هذه الأمور خلينا نتكلم على الكرة يعني تأجيل مباريات وكذا 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 بص أنا نروح بعيد لي يعني السنة دي مثلا البطولة بدأت يوم واحد وثلاثين ساعة مضبوط نادي الأهلي مفيش ولا مباراة ولا مباراة اتأجلت له اوكي عشان النادي الأهلي عايز يأجل المباراة كل المباراة اللي اتأجلت للنادي الأهلي كانت في نفس اليوم اللي محدد لها من اتحاد الكرة ولاجنة المسابات ولاجنة المسابات خلي بالك بس في ناس كتير قوي بتقول إن هي السبب لها طبعا لكن لاجنة المسابات كانت حتى جدول لكن اتحاد الكرة هو اللي كان بيأجل الموضوع ده أو هو اللي بيأجل القصة دي مش ليه أنا مباراة تحاد الكرة كل المباراة اللي كانت مطروحة في الجدول واللي تصدفت أو تعرضت فيها مع البطولة الأفريقية في وضع طبيعي جدا أنها تتأجل لكن يعني مثلا يوم 18 أكتوبر مثلا مثلا يعني أنا بدي مثال كده 18 أكتوبر أو 18 نوفمبر أو 18 ديسمبر كان عندي مباراة في الدولي وعندي مباراة في البطولة الأفريقية في نفس الوقت وضع طبيعي مزبوط طيب إذن ما فيش ولا مباراة للنادي الأهلي ولا مباراة للنادي الأهلي كانت ما عندوش بطولة أفريقية أو مباراة في البطولة الأفريقية وطلب الأهلي يتأجلها أصلا ما حصلش خالص بل بالعكس ده احنا ساعات كنا بنبقى مسافرين بعد يومين ثلاثة يقولك يعني شوفوا حرص الحدود حرص الحدود وصندوز مع الاتحاد السكنداري ما فيش ولا مباراة على الإطلاق على الإطلاق في الوقت اللي هم بيقولوا ده الأهلي بتضغط عشان عنده اتنين بطولة أفريقية هم الأهلي ما كانش عنده اتنين بطولة أفريقية هو الأهلي كان بيستكبل بطولة أفريقيا السنة الفاتد فإذن أنا ما أجلتش ولا مباراة ليا خالص نهائي مهما كانت ولم يطلب النادي الأهلي تأجيل أي مباراة طلبنا مباراة حرص الحدود طلبنا وطلبنا مباراة الاتحاد السكنداري مباراة حرص الحدود دي كانت قابل سفرية تنزانيا مباراة الاتحاد السكنداري قابل سنداون فإذا كان بيقولك ده موسم استثنائي في حين بقى أن أنت عندك الجانب الآخر يعني تأجله أربع خمس مباراة مع عدم تعرضه مع عدم تعرض هذه التأجيلات في الوقت ده الناس رايحة لحتة مباراة الانتاج الحاربي بس مباراة الانتاج الحاربي اللي كانت يوم 1 مايو لو تتذكر وبعدين بقت 15 مايو وبعدين وبعدين تلعبت في وقت تاني الناس رايحة لدول بس هو قال لك طيب ما أنتو لما كنتو بتروح البطولة الأفريقية أو نهاية البطولة الأفريقية كان بيتأجل لكم ده ما كانش في موسم استثنائي لو أنت بتقولين ده موسم استثنائي فعلى الكل طيب لو هي بالأدوار النهائية لو هي بالأدوار النهائية أنت ليه طلبت أن يجي لك موافقة مكتوبة من نجز ملك أنه هيلعب يوم 15 طيب ما الأمر اللي بيوصل لنهائيات طيب ده في المباراةين اللي هما في الأدوار النهائية مباراة الأولين اللي كانت قبل ناصر حسين ضاي بالنسبة للزامر مباردو كان في دور الستاشر كان في دور الستاشر من الأدوار النهائية لا قبل نهائي ولا نهائي طيب سيبك من الأدوار النهائية والبطولة الأفريقية خلص تمام؟ في نقطتين لم أعتقدش أن في حد أثارهم أساسا يعني الزمالك مع برا منز في الدور الأول كان المفروض يلعبه المباراة تأجلت ليه؟ في الدور الأول لا الزمالك كان عنده ارتبطات أفريقية لا ساعتها سراعتها الأهلي كان مؤجل للمباراة وعايزين المباراات تتلعب لا لديه الشياء جليلا لا؟ في الدور الأول لا يوجد بالمباراة الأول الدور الثاني ممكن مع ختم المسابقة أو قرب انتهاء المسابقة لكن في الدور الأول لا الزمالك مع بيربنز تأجogie في الدور الأول بدون أي أسباب لن كان عنده ارتبطات أفريقية ولا بيربنز كان عنده ارتبطات أفريقية Ecologie مع المصري في الدور الأول اتأجلت بأن؟ متسع من الوقت. فإذا الموضوع ما كانش يعني المشاركة الأفريقية. طبعاً انت هنا بتتكلم على الزمالك وبرمز اللي هم اللي كانوا بيلعبوا. أو يعني الزمالك تحديداً اللي كانوا بيلعبوا في أفريقيا. أنا مش بتكلم على الزمالك وبرمز عشان الزمالك. أنا متكلمش على الزمالك. أنا بتكلم على حتة الفكرة نفسها. انت بتأجل ليه؟ انت لو مأجلتش في الوقت ده. أنا اللي كنت مضغوط. والمفروض انك أنا عندي بمقياسة كنتة بمفهومة كنتة. يبقى عندي من الضغوط في المباريات الأفريقية والمحلية ان انا يديني الأحقية ان انا نطلب التأجيل. انت معملش ده معي. في الوقت اللي هم أساساً ما كانش فيه أساساً لبطولة أفريقية وأجلتلوا مباراتين ثلاثة هي الأزمة كلها في إيها كابتن إسلام دلوقتي. في المباراتين ثلاثة هل تأجلوا؟ لو دول ما تأجلوش وتسكنوا. تأجل المؤاجل. كله رايح للإنتاج الحربي. فهيرد عليك رد وحتى كل بتاع اتحاد الكور. كل ما تكلموا يقول لك ايه كان أدوار نهائية. تمام؟ طب المباراتين اللي أنا قرتهم دول. الزمالكو المصري والزمالكو المصري والزمالكو المصري والزمالكو المصري والزمالكو المصري. دول في الدول الأول. لو تلعبوا في وقتها هم يومين. خلاص خلصت. فإذا انت بتروح لحاجة بس بتشغل الناس. عشان أقول لك أكتر أكتر حاجة برضو يعني تخليك. يعني ما فيه ساحتي انت بتقول هتشد في شعرك. يعني فيه وقت نفس الشخص أنا ممكن كلام يتغير. كلام يتغير. لكن لو واحد ما بتتغيرش. مزبوط. مزبوط. يعني ممكن الشخص ينسى. عشان كده نجل أهلي طلب في بيانه الأخير أن يجب أن يكون هناك لائحة واضحة في الموسم القادم؟ يا كابتن إسلام. يا كابتن إسلام السنة اللي قبل اللي فاتت. نفس الأشخاص اللي موجودة على الفكرة. نفس الأشخاص المسؤولة على حتة القيد أو الشؤون اللاعبين. السنة اللي قبل اللي فاتت كان عندنا مبارياتين في قبل نهائي كاس مصر 2017 ومباراة في النهائي. مباراة قبل نهائي مع سموحة ومباراة في النهائي مع المصر. لو كسبنا سموحة عن قبل المصر في النهائي. نفس الأشخاص اللي هم أقروا دلوقتي إن الموسم اللي جاي كاس مصر تكملت كاس مصر هتبقى بالصفقات الجديدة. مزبوط؟ نفس الأشخاص رفضوا. كان ردهم لا رد لقاحي بقى وقانوني. إزاي أبدأ مسابقة بقيمة وانهيها بنفس القيمة. الكاس والدوري هي بطلتين في نفس الموسم تبدأ وتنتهي بنفس القيمة. السنة دي بقى أو السنة الجاية لا موضوع مختلف بقيمة جديدة. فإذا أنت بتغير على حسب مزاجك مش على حسب لوائح وقوانين يعني. حضرتك تقصد إن الموسم اللي جاي اللي إحنا بنلعبه ده أو اللي لسه ما انتهاش يعني. اللي هو الدوري لسه فضل للنادي الأهلي مباراتين المقاولين والزمالي. موقف الأهلي يا كابتن إسلام موقف الأهلي لإنقاذ الموسم اللي جاي. ووضع استراتيجية بينة ووضحة ولقاحية كمان ما فيهاش أي خلل للسنين اللي جاي. كفاءة اللي حصل للسنين اللي فات وكفاءة اللي حصل للسنين اللي جاي. أنت بتنقذ الموسم اللي جاي مش للأهلي بس. والأهلي مش عشان دفاعه بس. أنت بتتكلم كمان على المستوى الأندية. لك أن تتخيل لك أن تتخيل لو أجبت واحد من أي مكان في الدنيا أقول له. مسابقة الكاس اللي هي بتاعت السنة دي هتستكمل بقايمة السنة الجاي. ومسابقة بطولة أفريقيا اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت هتتلعب بقايمة السنة اللي فاتت. مظبوط. مظبوط. أنت متخيل يعني أنت بتتكلم في حاجة. لفة غريبة جدا. مش لفة ده حاجة هتقول لك يعني مش فاه. يعني مش فاه. ده بالمناسبة لكل الأندية. أنت بتتكلمش عن نادي الأهلي هنا كمان بس. وضع الأهلي.